اليوم هنتكلم عن أفضل 8 أفلام رومانسية مدرسية موجودة على اليوتيوب أول فيلم الوقوع في الحب قبلة الأولى عندما تقع فتاة حمقاء بحب أسكى طالب بالمدرسة تدور أحداث القصة حول فتاة حمقاء تقع بحب أسكى طالب بالمدرسة ثم يعيشان سويا في نفس المنزل الفيلم رومانسي وجميل وأتمنى يعجبكم تاني فيلم هو فيلم أحبك كما أنت نوع الفيلم رومانسي ومدرسي القصة تدور حول شو لين وفانج يوك جيران منذ التفولة وبرغم اختلاف شخصياتهم لين شجاعة وجريئة ولكنها سيئة جدا في الدراسة أما فانج فهو خجول ولكنه ممتاز في الدراسة في الجامعة تقع في حب فتاة والسين ففانج يشعر بلغيرة ويقوم بتغيير شكله إلى الأفضل هذا الفيلم من أفضل الأفلام الموجودة الثالث فيلم هو فيلم أوقاتنا هذا من أجمل الأفلام الموجودة رائع وممتع جدا النوع مدرسي ورومانسي فيلم أبكيني نهرا حزينا التصنيف صداقة وحياة ومدرسة وشباب هذا الفيلم بيتكلم عن التنمر في المدرسة الفيلم بيتكلم عن يي ياو وتشي مينج يران وأصدقاء موزة طفولة يذهبان مع بعض إلى نفس المدرسة يي ياو بتتدمر بسبب هذا التنمر ويقوم حبيوها بتشجيحها على الوقوف أمام هؤلاء الطلاب الفيلم مؤلم جدا وحزين الفيلم المدرسي لن يرحل أبدا نوع الفيلم مدرسي وصداقة ورومانسي القصة بتبدأ في السنوية عندما تلتحك سويون بمدرسة مرموقة ويعجب بها فتى سري ويحاول التنمر عليها للتقرب منه ولكنها ترفضه بسبب الفوارق الاجتماعية بينهما ولكن يلتقيان مرة أخرى في الجامعة وتبدأ الموعدة بينهما وتنسى الفوارق الفيلم حافة النهر النوع رومانسي ومدرسي يتوفى مو في مغامرة وفي مراسم جنازته حصلت يانج على وصية صندوق خشبي غامض ممتلئ بالحروف ثم تتحرى ذكرياتها بتلك الحروف تندم على حبها الأول ولكن هذا الصندوق يمكنه السفر عبر الزمن وتستعيد حبها عن طريق هذا الصندوق فيلم فجأة في السابعة عشر الفيلم بيدور حول سنائي بيحاولوا يتزوجوا ولكن العرس بيسبب لهم هاجس في قدرة العريس على مواكبة المطالب بيقطع العلاقة مع حبيبته وبينتهي بها المطاف حزينة جدا ولكن تظهر لها شقالة سحرية تقوم بنقلها من 28 عاما إلى 17 عام مرة أخرى الفيلم جميل وممتع جدا فيلم أفضل وصيف الفيلم رومانسي ومدرسي طالبة محرجة ولكنها رائعة في السنة الأولى من السنوية تشعر إنها ليست ذكية كفاية لدخول تلك المدرسة يوم الأول لها قابلت زميلتها في مكتبها المستقبلية وعلى الرغم من تشحنهمها في البداية إلا إنهم سرعان ما يشكلان صداقة قوية وأصبحوا جميعا أصدقاء جيدين مع زملاء الفصل ولديهم رابطة قوية مع معلمهم الفيلم جميل ورائع إذا عجبكم هذه الأفلام أخبروني في التعليقات